السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم على قناتي في اليوتيوب خلق الله تعالى الكثير من الكائنات الحية والطيور من الكائنات التي ميزها بأشكال وأحجام وألوان مختلفة إذ تنتلك الأجنحة والريش الملون الجذاب الذي يساعدها على الطيران ومنها ما هو جارح كالعقاب أو الصقر أو النصر إذ يقومون باستياد طرائدهم وافتراسها ومنها ما هو أليف ويتغذى على الخضار والفواكه أو الحشرات كالكناري مثلاً ليس من الضروري الذهاب إلى المحميات أو الحدائق أو غيرها من الأماكن التي توجد فيها الطيور لمشاهدتها ومراقبة حركتها والاستماع لأصواتها العذبة إنما يمكن تربية بعض الأنواع في المنزل فتوضع في أقفاص مناسبة لها وأنواع الطيور المنزلية كثيرة فإن كنت تريد أن تتعرف إلى أبرزها واختيار ما يناسبك فسيشرح لك في مقالي هذا ما يساعدك على ذلك واحد طائر الحسن ويعد من أجمل الطيور في العالم إذ يتميز بوجهه الملون باللون الأحمر القرمزي والأبيض أمنى رقبته فهي باللون الأسود وعلى الرغم من تعدد الألوان إلا أن تناسقها جميل جداً إضافة إلى صوته الرائع أما حجمه فهو صغير نسبياً إذ يتراوح طول جسمه بين 12 و13 سنتمتراً أما وزنه فلا يتجاوز 32 دراماً ويتغذى الحسون على الحبوب مثل الكتان والشفان والسمسم ودوار الشمس اثنان طائر الزبرة وهو من الطيور الجذابة ويتميز باللون الرمادي وتمتلك الذكور منه أشرطة سوداء وبيضاء على حناجرهم وصدورهم تشبه خطوط الحمار الوحشي ولذلك سميت بطيور الزبرة إضافة إلى أن المنقار ذا اللون الأحمر والبرتقالي يكون عند الذكور أكثر إشراقاً من الإناث أما وزنه فلا يتجاوز 20 دراماً وطوله بين 10 و11 سنتمتراً تتم تربيتها بشكل أزواج عادة أو مجموعات فيها أكثر من 6 طيور ويعد الزبرة من الطيور سهلة التربية حتى أنه من الأنواع المناسبة للمبتدئين في تربية الطيور أما الغذاء فهو الحبوب المختلفة إضافة إلى بعض الخضروات كالخيار أو الجزر أو البازلاء أو الجرجير ثالثاً طيور الكناري وهي من الطيور المنزلية وتنتشر تربيتها بكثرة وذلك نظراً لرقتها وصوتها الجميل الممتع وألوانها المختلفة الجذابة وسميت بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة الكناري وهي الموطن الأصلي لها أما الطعام المفضل لها فهو البذور والحشرات والخضار مثل الخيار والخس والجزر وأيضاً الفاكهة كالكرز والتفاح أما عند تبديل الريش فيجب أن يحتوي طعام الكناري على البذور الزيتية مثل الكتان أو عباد الشمس وتوجد أنواع عدة لطيور الكناري منها ما يأتي الرولر لونه أصفر رائعاً ويتميز بأنه يغرد مع إبقاء فمه مغلقاً أي إنه يصدر الصوت من حنجرته كما أن الحانه متنوعة وبصوت عذب فاسر شليكر أيضاً ذو لون أصفر لكن تكون الأنثى بلون أصفر باهة أكثر من الذكر ويغرد من فمه ويصدر الحاناً عذبة لتنبرد وقد تم تشبيه الألحان التي يصدرها بأصوات الكنسية كما تعددت أشكاله وألوانه كناري السحلية يوجد من هذا النوع اللون الأحمر والأصفر والفضي أيضاً ويتميز بصوته الجميل ولكنه ملول كثيراً فيجب إخراجه من القفص باستمرار ليستعيد نشاطه الجلوسيدر يتميز بأنه صغير الحجم وبحبه للماء لذلك يفضل أن يتم تغسيله يومياً ويتمتع بلون أخضر جذاب الفيفي أيضاً يحب الاستحمام يومياً وطوله لا يتجاوز عشر سمتاميتراً وتعدد تلوانه كالأخضر والأصفر والأبيض والأزرق أيضاً المقنبس من الأنواع القديمة التي أحبها الأثرياء جداً إذ يتميز بالألوان الجذابة وبالريش الكثير والرقبة القصيرة كما أنه يصدر الحاناً جميلة البلجيكي وهو من أكثر الأنواع القديمة شهرة إذ إن صوته جذاب جداً وألوانه جميلة ويحب الاستحمام يومياً كما أن طوله يصل إلى سبع عشر سمتراً تقريباً الأمريكي توجد منه ألوان عدة مثل الأزرق والفضي والأصفر والبرتقالي وهو من أكثر الأنواع التي يفضل تربيتها في المنازل أما طوله فلا يتجاوز عشر سمتراً وصوته جميلاً أيضاً الروسي من الأنواع الطويلة إذ يصل إلى سبع عشر سمتراً ولكن جسده هزيل وتوجد منه ألوان عدة كالأخضر والبرتقالي والأصفر أما صوته فجميل ورائع جداً والآن سوف أترككم مع أجمل تغريد لطائر الكناري ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قناة ترجمة نانسي قنقر